قاموا الثورات العربية في أزهى حللهم وأغرب مواقفهم الهزلية السياسية اللاسياسية في خرابيش هذا الموقع الآتي من البساطة والشيء غير المنتظم واللا متناهي كان حاله من حال أفعال وحكم زمن طويل لرؤساء عرب تحدث عنهم خرابيش ولا حرج حسنا أن كلمة خرابيشي بتعبر عن كل الأفكار والمعاني اللي كنا ببالنا اللي هي العفوية والحرية وعدم التخطيط المسبق لأي شيء أنت لما تخربش خربوش يعني زيك أنك أنت بتعبر عن حريتك بتعبر عن أفكارك بكل عفوية إحنا ببساطة عكسنا الفكاهة وروح النكتة اللي كانت متداولة بالشارع العربي حولناها لرسوم متحركة تراهم هنا على حقيقتهم أبطالا من كرتون أولهم بلا منازع القذافي بناديه الليلي وجردانه في الهنلولو الليلي والريس بهيس ولو مش عاوزني أنا عاوزكم وفي الحقيقة أنا لقيت الحل وزين بمكالمته الموثقة صوتا وسورة على خرابيش مرات ممكن يحكي نكتة بس لمجرد النكتة بس يعني لما تيجي على الموضع السياسية أنا بالنسبة لي بحاول أتعمد إنها تكون كوميديا سوداء شر البلية وما يضحك لأنه وجعك مرات تلاقي فيه شغلات مضحكة بطريقة مختلفة فن النكتة السياسية المضحك رغم قساوة الموقف هذا ما أبدع به خرابيش تاركا كاميرا الام بي سي ومشاهديها مع تجليات حكام ستشهد عليهم بعض الخرابيش القذافي وامبارك وزين العابدين منهم من خلع ومنهم ألف كماشة لا تساعد في خلعه كلهم جعلوا من السياسة مادة للصغار ومن الكرتون تجليات للكبار على هذا الموقع الذي أخرج صورة رؤساء عرب دون تزيف مضحكين تارة وضاحكين على شعوبهم تارات وبخرابيش شر البلية ما يضحك عماد العضاء لام بي سي عمان